طفولة بريئة تحملها وجوه أطفال تعبت قساوة الحياة التي أنهكها ظلم قوات النظام بتخاذل دولي اتجاه الثورة السورية ففي مدن وقرى ريف إدلب التي عمد النظام إلى تدميرها كانت المدارس من بين هذه الأهداف الثمينة فبعد تدمير أغلب مدارس ريف إدلب قامت ألوية سقور الشام بإحداث مشاريع تعليمية لتدريس الأطفال قمنا بإنشاء هذه المدرسة المتواضعة في مناطقنا المحررة بعد أن قصف هذا النظام الغاشم المتوحش قرانا ومنازلنا وحتى المدارس لم تسلم منه فقمنا بإنشاء هذه المدرسة المتواضعة في منطقة ريفية جبلية لكي نحافظ على أطفالنا الصغار من الجهل والأمية التي يبحث عن هذا النظام منذ مئة عام فقمنا بعون الله وبجهود الأبطال بإنشاء مدرسة صغيرة لكي نجمع شمل هؤلاء الأطفال المشتتين في المناطق المحررة هذه المدرسة التي أنشئت مؤخرا في إحدى المناطق المحررة واجهت الكثير من الصعوبات بسبب الأوضاع المتوترة في البلاد فضلا عن توفير الكادر الإداري والتدريسي ولوازم المدرسة من كتب ولباس ومعدات وضع الطلاب بالنسبة لتدريس الطلاب كان نواجه صعوب كتير بتدريس الطلاب بما أنه كانوا منقطعين يعني يصرون فترة عن مدرسة من السنة أو سنة ربما ثلاثة بسبب دمار معظم المدرس بالجبل الجبل الزاوي فتعذبنا كتير برفع مستوى هون فضلا بسبب اللغة العربي لأن اللغة العربي إذا ما فيه ممارسة فتنسى فضلا تدع الطلاب في المراحل الدنيا مثلا أول ثاني ثالث بسبب الصف الثاني والسادس صدنا نعطيهم منهاج سهل شيء أنه يمسكوا اللغة العربية من الأول أهمية هذه المدرسة تكمن في التقليل من آثار الحرب على نفسية الأطفال ومعالجة مشاكلهم في المجتمع من خلال إعادة تأهيلهم معنويا ونفسيا بشار دمرنا المدارس وما قلنا نتعلم شيء وصلنا فترة طويلة لأننا نتعلم شيء قالوا هنا درس المدرسي قمنا أجينا سنة درساني من هنا يستمر هؤلاء الأطفال بإكمال أحلامهم الصغيرة التي ضيعوا في الماضي على الرغم من المآسي التي يتعرضون لها كل يوم لوريانت نيوز مغيات الزريق من رفيد ليب